السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا علمنا بما ينفعنا وفانا بما علمتنا وزدنا علمه دي لك تريحين ديروا الترجمة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا الله ولا حوله ولا قوته إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم يحتاج تركيب البروتين في الخالية على شكل تتابع لأحماض أمينية إلى ترجمة المحمولة على جزيء الأران أم بالقوصين شفرة الوراثية والتي تتمثل في تتابع لقواعد أزوتية قال لك كيف ها خويات تتم ترجمة الشفرة الوراثية إلى بروتين هاي الشفرة الوراثية نشوف لا نقدر نقرب لكم برك الكاميرا الشفرة الوراثية تتكون الشفرة الوراثية المتمثلة في تتابع القواعد اللغة النووية بين قوسين من أربعة أحرف آه سم اللغة النووية تتكون لي من أربعة أحرف نعم اللغة النووية حويت تتكون من أربعة أحرف وشي هما الأربعة أحرف شفت أنواع القواعد الأزوطية اللي قريناهم سابقا اللي هما ال-U وال-A وال-S وال-G هذك هما نفسهم اللي يكونون للغة النووية ها من أربعة أحرف اللي هما ال-A وال-S وال-G وال-U ماذا تمثل ال-A وال-G وال-U تمثل أربعة أنواع القواعد الأزوطية المكونة لمن لسلسلة الأران عام خير تتكون اللغة الثانية شكون هذه اللغة الثانية اللغة الثانية هي اللغة البروتينية من 20 كلمة يعني من 20 حمض أميني مكونة للبروتينات آه سمى عدد أنواع الأحماض الأمينية 20 برك نعم 20 20 مش وحده 20 يا أخويا قلنا 20 عدد أنواع الأحماض الأمينية 20 20 بركة بس إحنا ونلقوا في بعض التعمارين حط لي بروتين وحط لي مثلا عدد الحمض الأميني 200 كفهت تقول لي دارك 20 أخوي عركز 20 نوع من الأحمض الأمينية قدر يكونوا كينين مثلا لوزين يعطيني حمض أميني آخر لوزين برولين أرجينين قدرهم الأحمض الأمينية يتعاودون بعد يتعاودوا قدر يعطيني 1000 حمض أميني وراء بعضها بس هم تعاودين ما عدد أنواعهم 20 كما الهنا قدر عندي عدد أنواع القواعد الأصواتية ربعة المكوناة اللاران أم ربعة ربعة وبالصح نتاكي تلقى تلقى مثلا U, J, C, A بعدها تلقى A, A, C, C, J, A وتلقى الإعادة هذيك النشاط هذا يطح بزاف لباك تعليماتي لما لذيك ركزوا فيه ما أم قادر يطحن العلوم فاركزوا عند ترجمة المعلومة من لغة إلى أخرى نحتاجوا عادة إلى الإستعانة بقاموس يعطي لكل كلمة من اللغة الأولى ما يقابلها من اللغة الثانية شكر القاموس هذا اللي هو جدول الشفرات الويراثية بزاف جيني أسئلة محمد خوية أسكو جدول الشفرات الويراثية يحفظ أو لا 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 يحفظ لماذا لا يحفظ بس كنوا عم باش تحفظوا واحدة ثانيا أنا لم أرى جامي ما شفت باك مدوا فيه قضية الشفرات الويراثية وكذا نحكي لكم مثلا على التمثيلات ويقول لك مثلا يعطي لك تتابع بزاف من القواعد الأزوتية ويقول لك أعطي ما يوافقها من يعني من سلسلة بروتينية أو من متعدد بيبتيد جامي ما شفت أنا ما أعطوهم شغل الشفرات الويراثية على هديك أنا أقول لكم والله أعلم لا يحفظ لا يحفظ هذا ما يد ما تحفظاش نكمل الإشكالية الأولى ما هو عدد أنواع هذا هو اللي نركز عليه ما هو عدد الأحرف في الكلمة في كل كلمة من اللغة النووية قل لكم شو عدد الأحرف في كل كلمة من اللغة النووية وعدد الكلمات التي يمكن تشكلها لتغطية كلمات لغة البروطينية عدد الاحتمالات عند الإحتمال الاول، كلمات نووية من حرف واحد احتمال ثاني، كلمات نووية من حرفين، احتمال ثالث، كلمات نووية من ثلاث أحرف ما هو عدد الكلمات النووية المتشكلة في كل احتمال؟ ما هو الاحتمال الصحيح؟ علّي الإجابتك هذا جدول الشفرات الوياك هذا توضح بوثيقة واحد جدولة للرامزات والأحماض الأمينية التي تقابلها أنا أسغل حاجة الغاشي شكلت عليه ليس هذا وش معناته الاحتمال الاول كلمة نووية من حرف واحد واحتمال ثاني كلمة نووية من حرفين واحتمال ثلاث كلمة نووية من ثلاث أحرف وراحت الورقة ها وركز خي عندي لاران عام شوف تتابعتها القابض الآزوزية قادرت تلقاهم في الإعادة مثلا من او جيbc. شف تعليه احنا ما قلنا لقد قلنا mengشافك Guardian لغة نووية ، تتكيلي التكويلي اللغا皆 احدها الخ Londر او Alles ما معنى الاحتمال الاول التي ذكروا في الكتاب معنى الاحتمال الأول الذي ذكره في الكتاب أنه قاعدة أزوتية واحدة واحدة ما هي القاعدة الأزوتية واحدة؟ قدر تكون الأ أو الس أو الج أو الإ واحدة منهم قاعدة أزوتية واحدة تشفر لحمض أميني واحد هذه هي معناتها كلمة نووية من حرف واحد انا وشية عندي هذه أخي قلنا بللي اللغة النووية تتكون من أربعة أحرف أص واحد شكون هي أص واحد بسكوا قللي تتكون من حرف واحد إذا أص ربعة أص واحد الواحد هذه معناتها قاعدة أزوتية واحدة هكذا يعني قاعدة أزوتية واحدة تشفر لحمض أميني واحد أصكوا الإحسيمان هذا صحيح أو لا أص ربعة أص واحد حسن الله وليس أنا المختلفة لقد احضروا صحيح أو لا هكذا 0.4 حسن أصبح أصنع سأحضروا لو أسنع لكم بشترون 0.4 1 3 3 3 1 4 6 6 1 عليها خطأ أخويا بسكوا عندي 20 نوع من الأحماض الأمينية من الأسيد أميني من الحمضة الأمينية 20 نوع من الأحماض الأمينية و هنا أعطتنا غير أربعة ما زالوا خاصة لنا 16 كاملين إذا الإحتمال هذا خطأ طبعا خطأ رحوا إلى الإحتمال الثاني عندي أربعة أحرف تشكلي الكلمة النووية إذا هامر ربعات هاي هو قال لي احتمال الثاني كلمات نووية من حرفين و،ش معابها كلمات نووية من حرفين يعني زو bessون على قواعد أزوتية يعني زوج من القواعد الأزوتية واش بها يعني قاعدتين أزوتية تشفران لحمض أميني واحد واحد يعني قاعدتين أزوتية تشفران لحمض أمينة واحد Andre Jävli O Azokar انا عندي معلومة باللي لازم يخرجوا عشرين يا عشرين يا فوق العشرين تحت العشرين ما نقبلش شوف ها ها يا ربعة ها والستنين ها 16 اذا وحنا عندنا عشرين حمض اماني اذا مش يا هذا خطأ احتمال الثالث مش قلي كلمات عندي كلمات نووية من ثلاثة حرف عندي اربعة انواع من القواعد الازوتية تشكلي الكلمة النووية ها مربعة متكوناك او قل لي متكوناك من ثلاثة احرف نحط له ثلاثة احرف وش معانتها ثلاثة احرف يعني ثلاثة قواعد ازوتية تشفر الحمض اماني واحد نشوف انا نشوف هاي الكالكيلادريس اربعة ثلاثة تضغطيني 64 اه احنا قد اعمد انا عشرين وعمل احماض امانية هاي اعطاطني 64 نصبر نكسل ولا نقدرون نقسم 64 على عشرين اتنين وثلاثين او ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة فاصل زوج اذا ما خاطئة ثلاثة فاصل زوج شوفوا ما ندعو 64 راميزة شفرت لي على 64 راميزة شوف وحنا عندنا عشرين حمض أميني هكا وما تنساش دو نعطيك معلومات وقد تفهم بها كتر وكتر وحنا عندنا عشرين حمض أميني وهنا عطتني 64 راميزة عرف لي يا أخوي الراميزة أنا قبل ما راح نقول لك أسكو هذا صحيح لها لازم نعرف لك الراميزة الراميزة هي تتابع ثلاثة ثلاثة من القواعد الأزوتية ولا نقول تتابع ثلاثة نيكليوتيدات يجي وراء بعضهم يعني قلت تتابع إذن الراميزة هي تتابع ثلاثة نيكليوتيدات أو تتابع ثلاثة قواعد أزوتية وين فلاران أم والتي حين نترجمها من اللغة النووية إلى اللغة البروتينية نجدها تعبر ولا نقول تشفر ولا نقول ترمز ترمز الواش لنوع واحد من الأحماض الأمينية يعني ترمز الحمض أميني واحد من حيث النوع حمض أميني واحد من حيث النوع إذن هذه شوف هنا محمد تسمى هذه هذه راميزة هذا الراميزة تشفر لي النوع واحد من الأصيد أمينيك من الحمض الأميني نعم هذه تشفر الحمض أميني واحد وهناك دعطتنا 64 راميزة العباس كل هنا ربعة العدد الأحرف المكونة للكلمة النووية والثلاثة يعني ثلاث قواعد أزوتية وثلاث قواعد أزوتية تشكل يا راميزة يعني ثلاث قواعد أزوتها 64 راميزة 64 راميزة هذه أزوتها تشفر لي لعشرين حمض أمينية طبعا أزوتها تشفر لي لعشرين حمض أمينية نعم بصحة ما ربعة وستين نقول لك معلومة الربعة وستين هذه نقص منها ثلاثة قواعد أزوتها الواحد والستين هذه هي اللي تشفر لعشرين نوع من الأحماض الأمينية والثلاث هذا حق راميزة أو راميزات توقف راميزات التوقف علي بصكو عندي ثلاث راميزات توقف ما هي ثلاث راميزات توقف لوما ال u a g و ال u g a و عندي ال u a a هادو هما ثلاث راميزات توقف نقص نعم بصكو الشخص بالرامزات على الوقف من يشفروا الحداء من الأحماض الأمينية المنفذ على الديك نقصناهم من الربعة وستين نقاطي وستين نعم وستين تشفر ليل عشرين نوع من الأحماض الأمينية وستين تشفر ليل عشرين نوع من الأحماض الأمينية إذا بل ما نقول عدد أنواع الرامزات التي يمكن أن تتشكل في الـ RNAM هو 64 نوع من الرميزات بحيث 65 نوع من الرميزات في R&M لما نترجمها من لغة نووية إلى لغة بروتينية في أنها تعبر عن 20 نوع من الأحماضة الأمينية بحيث توجد عدة أنواع من الرميزات عدة أنواع من الرميزات في R&M تختلف عن بعضها في نوع ترتيب القاعدة الأزوتية لكنها تشفر عن نوع واحد من الأحماضة الأمينية شوف في الجدول الووارثية هم اربعة انواع اربعة راميزات راميزات هي تتابع ثلاث قاعدة ازوتية هم اربعة راميزات مختلفين من حيث الترتيب بالصح لا يشفره الا الا على حمض اميني واحد وهو ليزين هذا يشفره لا يشفره عمض اميني واحد دعوة تشوفها اذا 61 راميذات يشفره الي sledو حمد اميني الحمد اميني والي أكاينيي من ال 61 Pakistan أكاين زوج يشفروا الى حمد اميني كيمهنا نكتم بالاسيد اسفارتيك مثل الأسفارتيك والهنى تعد غليطامين فهمتوا هذه هي برك هذا هو النشاط من ال61 هذه من ال61 كائنا رمزة مش هورة هي رمزة الاوك وهي رمزة الاوك هذه هي تاع الانتلاق اللى تشفر لي على حمض الأمين الميتونين رمزة الاوك يتشفر لي على حمض الأمين اللى هو الميتونين الروح والإشكالية الثانية كيف تتم فك رموز الشفرة الويراثية قل لك في بداية قل لي في بداية في بداية الستينيات قام عالم مشهور بإجراء تجربة مشهورة تم فيها إضافة عشرين نوع من الأحماضة العمينية إلى وسط يحتوي على مكونات سيتوبلازمية ضرورية لتركيب البروتين وخالي من المعلومات الويراثية لضيان والآران آم وضيف لهذا الوسط الآران آم إصدناعي مكون فقط من اليوراسيل متعدد الو الو هي القاعدة الأزوزية اللي كنت تشوف فيها هنا اسمها اليوراسيل طبعا القاعدة الأزوزية اليوراسيل هو حط في وسط حطة وش هي حط؟